اشتركوا في القناة 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 اذا الدايا ما تدري انا ادري فقالوا ما انه الا امير المؤمنين الا علي بن ابي طالب فجاءوا لامير المؤمنين قالوا يا بل حسن معضلة مشكلة الامام سلامه الله عليه خلوا ايدا بي لتراب شال شوية قال مسألتكم هذه اهون علي من ان احمل التراب واضعه فسر لنا يا امير المؤمنين قال روح اجيبوا كل وحدة من النسوان مقدار معين من لبنها ثم جنوا اللبن وجنوا واحد اثقل من الثاني من ناحية الكثافة فما كان وجن او ما كان كثافتها اللبن اكثر من الثاني فصاحبته ام الولد والاخر ام البنت شلون يا ابا الحسن مقنعنا فهمنا قال لقوله تعالى وللذكر مثل حظ هي صحيح اية واردة في احكام المواريث لكن حول مسألة المواريث اكفرد علوم ولهذا قال عليهم عليه السلام القرآن ظاهره انيق وباطنه عميق اش قد من هالقضايا اش قد من هال الاكتشافات العلمية الثقافية على شبابنا ان يتأملون في القرآن الكريم ان يتأملون الى بعض مفردات القرآن الكريم تدري الانسان لو سعى جاهدا على ان يكتشفه ويحقق ويبحث في كل اية من الآيات الى بعد عشرات الآلاف من السنين ويظل نفسه انه ما وصل الى حقيقة علوم القرآن الكريم فكيف بك اذا اعرضت عنه اشتركوا في القرآن الكريم